في أن تحيي ذكرى ضحايا هجوم حماس في فعالية تضامنية وتمنع الفلسطينيين وده كان عن طريق الجالية اليهودية الموجودة هنا في النمسا ومنعوا الفلسطينيين من تقديم أو التعبير بشكل أو بآخر عن برضو الذكرى وإن كانت هناك برضو غزة تأثرت تأثر كبير من هذه الحرب قرأتك للموضوع هل النمسا أو الذينة بشكل خاص كانت محقة في تقديم أو في الإقدام على مثل هذا الاحتفال أو إحياء هذه الذكرى والتحالف أو إعطاء الحق للإسرائيليين والفلسطين لا بالبداية اسمح لي أستاذ مضوح أن نترحم على كل ضحايا ضحايا التي ذهبوا في غزة يعني الضحايا الأبرياء الذين قضى أكثر من 41 ألف شخص بصراحة نتيجة هذه الحملة الهمجية التي تقودها إسرائيل ضد شعبنا وأهلنا في غزة ولكن أيضا في نفس الوقت يعني بعد عام على السابع من أكتوبر أصبح المشهد أكثر وضوحا إسرائيلي اليوم على ما يبدو عندها عندها إسرار حقيقي على ضرب كل جماعات إيران في المنطقة خاصة ما نشاهده في لبنان مقتل عدد من الإرهابيين على رأسهم حسن نصر الله والعديد من المتطرفين والمتشددين والتكفيريين والإلغائيين من تنظيم حزب الله الإرهابي نشاهد أن إسرائيل فعليا اليوم بدأت بدأت يعني تلغي تلغي جناح إيران في المنطقة صحيح أن المشهد دموي ولكن الفالج والسرطان أحيانا لا يزولان بحوب المهدئة وأبر المورفين أحيانا تحداش إلى استقصال بصراحة السرطان الموجود في الجسم العربي يعني صراحة الممثل في إيران وأذرعها أعتقد أنه بدأ يتراجع وبدأ وبدأت وبدأت مرحلة قسقصة أجنحته وقسقصة أذرعه بصراحة في هذه الحالة المشهد مأساوي في فلسطين المشهد مأساوي في لبنان المشهد مأساوي في سوريا في العراق في كل المناطق التي تسيطر عليها إيران مع الأسف الشديد عمل 7 أكتوبر أصر وألح وأزيد وأكرر أنه عمل غوغائي عمل غير مسؤول أجرم أجرم بحق كل فلسطيني موجود داخل غزة وخارجها أجرم بكل حق عروبي وكل شخص يحب بلاده ووطنه بهذه العملية الغوغائية الغير مدروسة وكما شاهدنا قادة حماس ما زالوا حتى اليوم يصرون على استمرار مقتلة الشعب الفلسطيني في غزة وبيكدون أدنى شعور بالمسؤولية لا يريدون تسليم لا يريدون إيقاف إطلاق الصواريخ ومعتبرين نفسهم منتصرين هم فعليا كالصراصير كم تم سحقهم في غزة وغيرها مع الأسف لأنهم أجرم بحق الأطفال والنساء فبالتالي عملية 7 أكتوبر عملية غوغائية ولم تعد على شعب فلسطين إلا بالدمار ولكن 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 بدأت الأمة العربية خاصة في فلسطين سوريا العراق لبنان بقسقصة أجنحة وأذرع إيران وهذا وهذا ما سيقود إلى إنتقال حقيقي وتغير وجهة القضية الفلسطينية إضافة لسوريا ولبنان خلال المرحلة المقبلة هو المفروض لا يحمل السلاح في أي دولة إلا الجيش جيش الدولة أما أما إذا جئنا أما إذا جئنا على موضوع أن لماذا منعت مظاهرات للفلسطينيين وسمحت لليهود بصراحة مع الأسف هذه سياسة غوغائية للنمسا وتعمل بسياسة الكيل بمكيالين فشيء مؤسف بصراحة أن نشاهد أنها تسمح فقط لليهود بالتظاهر وتمنع الفلسطينيين الذين ينددون أيضا بالإرهاب كافة بما فيها إرهاب حماس وحزب الله أيضا يمنعونهم إرهاب حماس اللي أوصلهم لهذه الحالة 100%